الأول أبدأ معاك بنادي الزمالك نادي الزمالك حالياً بيعيش فترة حلوة فترة فيها كثير من الاستقرار عن مستوى الإداري، عن مستوى الجهاز الفني واللعابين، نتائج كويسة، بطولة كياس، صدري الدوري الحالة اللي وصلها للزمالك دي لو كنت سألتك وإحنا عادين مع بعض أول الموسم الزمالك هيقدر يوصل للمرحلة دي هتقول لي مستحيل طمام ولا كان حد يفكر أبداً يمكن فيه أمور تضفرت يعني من رحم المعاناة خلق الأمل ظهر لعيبة ما كانش حد يفكر أن هم يبقوا موجودين أصلاً في القايمة يعني كانوا مشئين مظبوط سيد نمارك كان يفكره مشوه، فرق جعفر صح أصف أسامة نبيه وقالوا ساعتها لو تفتكر لا ده الزمالك مش حسين فصل وقعد ناس مش على المستوى صح على فكرة دي خلقت دوافع عند اللعيبة بشكل كبير مظبوط وعايز أقولك أن هم اجتمعوا مع بعض وتعهدوا أن هم يثبتوا للناس أن هم لعيبة كويسة صح خصوصاً أن هم سألوا نفسهم يا جماعة احنا عندنا كم سنة موريد 2000 يعني عنده كم سنة 22 سنة يعني مش ناشئ صح مصاعد صح النهاردة الناس بتتكلم مع مالها تقول في المريكاتو محمد علي بين رمضان والأهلي والزمالك محمد علي بين رمضان نفس السنة على فكرة 22 سنة صح شوفوا أنت بتتكلم عليه أن يجي أهلي والزمالك كنت بتتكلم عن لعيبة موكسة أنت إنت إنت إجيبت رفرنس في وطننا العربي وجنبنا يعني بل الظلط مش بايت عشان لو رحنا في أوروبا هلأعب نفسها 17 و 18 عالا مثلاً يعلم ببص ببص ببا بيه جابي 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 أساسي برشولونة عنده 17 سنة أساسي برشولونة أنت بتتكلم في أن اللاعب بيطلع أمتى و أو في لعيبة بتنور كبيرة شوية 21 و 21 ماشي بس فكرة أن أنت تفضل مقاعد لعيب لغاية 22 سنة ثم تبتلي تطلق عليه لقب اللاعب الصاعد أو اللاعب الناشئ في لعيبة تقعد لغاية 25 سنة أو 26 سنة بيتقال عليهم نفس اللفظ 27 و 28 ثم نتذكر فجأة أنه هو على مشارف الثلاثين صح فدي كلها حاجات ظهرت في الزمالك الرحيل كارتيرون كان يعني واحد من أفضل الحاجات اللي حصلت للزمالك لأن اللي جهه البروف فريرا صحيح القماشة ما كان مطلقش القماش في الأول طبيعي صح كان فيه بعض المشكلات طبيعي لكن الرجل استفاد كثيرا من توقف للدوري امتدل أكثر من ثلاث أسابيع بدأ يتعرف على اللعيبة على أمكانياتهم بدأ يتعامل مع القماشة بشكل مختلف صح قدر أنه هو يخلق النجاح والعمل الجماعي بقى هو البطل إمام عشور بيغيب ما فيش مشكلة صح عطار إي حامد موجود حمد عبدالغان يتحول من مساك إلى محدش أتوقع تمام حتى أشاب بنشرق ماشي مع عادي لاعبش كبالة صح الناس بتتكلم على إن ما فيش صفقات لا فيه لعيبة طلعة صح أبو جبل يمشي عواد يتشبس بالفرصة ويزبط جده بشكل كبير جدا ويصبح أن الناس بتتكلم دلوقتي أنه هو مش منافس لا ده ممكن يبقى حاجس بصر الأول طبعا الشناوي سيظل الشناوي لكن المنافسة كويسة منافسة حلوة طبع فكل دي عوامل أنت كان فيه واحدة كمان عايزة ضيفها لك إنه كتير كان يقول لك محمود علاء بيلعب عشان ملوش بديل حتى لو مستقل قيل السبع عبد المجيد فالراجل قعد محمود علاء على الدكة وحسن مجيب بيلعب أساسي لا ولما رجع محمود علاء ما أنا بقولك هو هو خلاص التركيبة ماشية كويس صح محدش هيخرج منها إلا إذا أثر فيخش حد مكانه مزبوط والناس برضو فيه روح حلوة في الزمالك الحقيقة اللي بد أن نشد بيها اللي برة بيشجع اللي جوه بشكل جيد واللي بينزل بيحاول يبقى أفضل صح أسلام جابر خط فرص اشتغل على نفسه نفس الكلام حمود أشرف روقة اللي كان حيمشي من شهر صح وتقال إنه هو خلاص يعني بيقضي الموسم حتى نهايته لأرضا الزمالك بيتكلم إنه هو يجدد له موسمين صح فالكلام ده كله متغيرات ما كانتش على الباله على الخطر صح كلها صبت ومصلحة نهاية الزمالك مع استثمار بعض اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة بن شارق قبل ما يمشي آآ الشيكبالة آآ زيزو طبعا اللي هو بلا جدال أفضل لعب في مصر حاليا طبعا داخل القطر طبعا بلا جدال طبعا فنن وخلقا صح وأنا قلت خلقا عشان اللي هو عمله النهاردة لما عمل حاجة ما كانتش يعني على المستوى بخصوص ياسر إبراهيم وصار على الفور بتصحيح الخط عنده شجاعة الاعتذار صح وده شيء محترم جدا صح من لعيب محترم عشان كلا قلتلك خلقا قبل فنن ودف عليهم بدانان كمان طبعا 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 بسم الله بشهر الله يعني طبعا وأتمنى ان هو إذا كان هاحترف يعني ينطلق للدول الأوروبي أتمنى هو يكمل في الزمالك إنما أحد الدولات الأوروبية إنما مع كامل احترام لكل الدولات العربية ما تفرقش كتير أو عن الدول المصري مظلوط فلابد ان هو يكمل في الدول المصري أو ينطلق مرة أخرى لليعبة في أوروبي وعنده حاجة في الوطن العربي اتقال انه عنده عرض من أحد الأندال العربية أو الخليجية وقالوا انه الشرط الجزائي لكن هو للأمانة لم يستغل ولم يفكر في استغلال الشرط الجزائي ويقدر بـ 2.4 مليون دولار هو نفس الشرط الجزائي الموجود في عقد الوينشي لكن الاتنين قالوا لا احنا مش هنستغل الشرط الجزائي ليه تعامل ساعتها لأن كان فيه لجنة واللجنة قالت لضمان اللعبة حقها فممكن نعمل العقد بهذه الطريقة واللعبة اتفقت على هذا الأمر وبالتالي لم يتم تغيير العقود حتى الآن لكنهم ما فكروش للحظة وحيدة في استغلال الشرط الجزائي طيب